اشتركوا في القناة في زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكشتو اكشتو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بليك فلا نبدأ بالتفاصيل في المقطع السابق انا ذكرت لكم كل الاشياء اللي تخص الموسم الجديد وذكرت لكم التعاونات والاشياء القادمة لكن في هذا الموسم حبيين لكم بعض التعاونات الجديدة والتشويقات اللي ظهرت للموسم الجديد فخلينا نبدأ بالاخبار اول شي ظهرت معنا التشويق هادي وهذه التشويق اول ما ظهرت اتأكدنا شي واحد في المقطع السابق انا ذكرت لكم انه هيصير تعاوم بين فورتنايت وماد ماكس وهذا الكلام قالوا كل المسربين لكن اتضح معنا شي تاني انه ما هيصير التعاوم بين فورتنايت وماد ماكس بالعكس هيصير تعاوم بين فورتنايت ولعبة فول اوت صراحة انا ماني متحمس للعبة هذي كثير لانه شخصياتها مه قد كده دائما لكن مو مشكلة طيب خلينا نتكلم على اهم الاشياء اللي حتكون موجودة معنا في الموسم القادم ابتداء من الصورة التشويقية هذي حيتضح معنا انه فيه حيكون مصنع والمصنع هذي حتكون لمادة النيترو اللي ذكرت لكم اياه في المقطع السابق طيب كيف تكونت معنا مادة النيترو بسبب الصواعق اللي انضربت في صندوق بندورة تسخن الصندوق هذا في بحيرات ستيكس من التسخين هذا صارت تفاعل وظهرت معنا المادة الجديدة اللي هي النيترو والمادة هذي حتستخدم في الموسم القادم لبعض المركبات وحيكون لها يعني استخدامات كثيرة في الموسم الجديد لو اتضح لنا من هذا المصنع هذي صورة توضيحية اقرب للمصنع لاحظتوا في حوالينه حيكون فيه اشجار النخيل اول شيء المصنع هذا حيكون في المنطقة الصحراوية فهذا يأكيدنا انه حيكون فيه عندنا منطقة صحراوية والمنطقة الصحراوية هذي حتكون مرة كبيرة هذي النقطة الاولى النقطة التانية من اشجار النخيل يبيلا انه المصنع هذا حيكون على منطقة ساحلية يعني قريب البحر تمام في قريب لو قربنا الصورة اكثر للمصنع هنحصل فيه شيء ظاهر معنا اللي هو الطيف هذا شايفين صورة الطيف هذا هذه الملصقات حتكون موجودة على المصنع بعض المسربين ذكروا انه المادة انه الشعار هذا يقولك تتميز التشويق ايضا بصورة الطيف التي تم الكشف عنها مؤخرا اما فصيل جديد يدير هذا المصنع يعني حيكون بوس رئيس في هذا المصنع يدير المصنع هذا او هذا هو المتجول الذي يملك المصنع تمام اشاروا كل المسربين الى شخصية واحدة اللي هي هذه فممكن حيكون هذا بوس في يدير المصنع وحيكون من اسكنات البيت الباس احتمال يعني خمسين او ستين في المئة يكون من اسكنات البيت الباس بعد كده عندنا لو لاحظنا انه المصنع حيكون مساحته مرة كبيرة تمام وحينتج مادة النيترو وهذه المادة حنستخدمها في المركبات وحيكون في حوالينا هزي الغبار الصحراوي واشياء زي كده تمام طيب هذه المادة ذكرت لكم انا قبل كده انه هيكون في بعض الاسكنات المتحولة من هذه المادة يعني هذه المادة تحول على الشخصيات تمام من ضمن الشخصيات اللي حتظهر معنا في الموسم القادم هذه الشخصية لانه اول شي مكتوب عليها النيترو وتاني شي في عندنا دلائل انها من اشكال المتحولين من المادة طيب في التشويك اللي نزلت يعني كثير منكم شافها ايش مكتوب عليها يقول لك الفصل الخمسة الموسم الثالث اسمه المحطم يعني هيكون اسم الموسم القادم المحطم هذه اللعبة يعني انا مدى شفت صور كثير للعبة ظهر معايا شي واحد اللي هو الرجل الآلي الظاهر امامكم فممكن في احتمال انه هيكون في عندنا رجل الآلي في الموسم القادم هيكون نفس الشكل هذا طيب ظهرت بعض التشويقات الجديدة وارسلت الى صناع المحتوى الاسم مكتوب عليها المحطم يعني انا ما ترجمت الكلمة الانجليزية مكتوب المحطم لكن التشويقات هذه تشير لبعض الاشياء هذه طيب الصورة التشويقية ارسلت لكثير من صناع المحتوى طيب خلينا نشوف ايش اللي مكتوب في هذه التشويقة يقول لك اعلان تشويق جديد لهذا الموسم يأخذك موسمنا الجديد من باتر رويل الى ارض قاحلة متنازع عليها ويتيح لك ان تعيش حلمك بالفوضى مع مركبات تعمل بمحرك النيترو ولكن لا يجب ان تنتهي المتع عند هذا الحد هذا الشي اللي مكتوب في التشويق طيب في عندنا المركبات الجديدة حتكون نفس الشكل هذا يعني هذا نوع واحد من المركبات لكن حتظهر مركبات ثانية نفس الاشكال هذه في عندنا المركبة هذه حتكون موجودة معنا في الموسم القادم طيب ايش الدلائل اللي شارت الا انه هذه المركبة حتكون موجودة معنا عندنا فورتنايت ومينستر جي اي ام جي اي ام هذا عرض تلفزيوني للشاحنات الكبيرة تمام او يسموه الوحش جي اي ام يقولك هناك العديد من الدلائل التي تشير على وجود تعاون ففي نهائيات كأس العالم هناك ملصقات تروج للموسم الجديد وقد قاموا بتعيين مصمم ازياء فورتنايت الذي ذكرته ايبيك جيمز يقولك ستبدو هذه المركبات رائعة في المناطق الاحيائية الصحراوية وهو شيء نعلم بالفعل انه يصل في 24 مايو يعني هذه السيارات الكبيرة هتظهر معنا في الموسم القادم وفي عندنا دلائل تانية عندنا هذه الشعارات لفورتنايت موجودة جنبها اللي هي المركبة هذي ومكتوب عليها منستر جي اي ام تمام فهذا دليل على انه هذه السيارات الكبيرة هتكون موجودة معنا في الموسم القادم وصراحة هيكون نظامها مرحله واحتمال انه هذه المركبات الجديدة ما هتكون تشتغل الا عن طريق اللي هي المادة النيترو مادة النيترو هتكون تشغل هذه المركبات طيب اما بالنسبة لسكنات البيت الباس جميع الدلائل تشير الى هذه الاسكنين الظاهر امامنا اللي هي اسكنة الطيف والاسكنة المتحول طيب في عندنا هذه الشخصية كمان احتمال انها هتكون من اسكنات البيت الباس اللي هي خاصة بتعاون فورتنايت ولعبة فول اوت لكن هذه اللي ظهر امامكم الاسكنات هذه مجرد تصميم من احد المسربين لكن على كلام المسربين يعني احتمال انه البنت هتكون من اسكنات البيت الباس واكيد هتظهر شخصيات ثانية في البيت الباس وفي مجر العناصر خاصة بتعاون فورتنايت ولعبة فول اوت فان شاء الله تظهر معنا شخصيات حلوة وجديدة تمام هذه النقطة الاولى النقطة الثانية انت عارفين انه باقي اسبوع كامل على الموسم الجديد لانه الموسم الجديد هيكون يوم 24 مايو فخلال الايام هذه هتظهر معنا تشويقات كل يوم هتظهر معنا تشويقات جديدة فحسوي لكم نفس النظام كل مرة كل تشويقات هتنزل هنزل لكم ياه في جميع التواصل واذا ظهر التشويقات كثيرة هسوي لها مقطع خاص وحيكون معنا الجزء الثالث طيب اللي يبغى كامل التفاصيل عن التعاونات القادمة اللي تخص البتل رويل وطور السباق والليغو شوفوا المقطع السابق احنا هحطو لكم الرابط اسفل الفيديو كده وصلنا النهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكش تو اكش تو واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وان شاء الله يتقابل المقطع اخر وفامان الله اشترك في القناة